السلام عليكم حديثنا عن قائد وطن نبيل ومن أعظم أبطال المقاومة الأمازيغية أسد الريف محمد بن عبد الكريم الخطابي كان قاضي شرعي وبن شيخ قبيلة وقائد قوة في الريف اعتقله الإصبان فاتره من الزمن لأن والده رفض الولاء والخضوع للاحتلال وبعد خروج الخطابي من السجن جمع قبيلته وأنصاره فقاوم المحتل الإصباني والفرنسي واستطاع الخطابي إذلال الاحتلال وإلحاق بهم هزائم متتالية وأهمها معركة أنوال والتي رغم قل الإمكانات إلا أنه ألحق بالمحتل هزيمة تاريخية فقد غنم الخطابي في معركة أنوال أسلحة ضخمة جدا تكفي لإعداد جيش كامل وأسر وآباد الآلاف من جيش الإصبان وبعد هذه الهزيمة التاريخية انتحر القائد الإصباني سيلفستر واستقالت الحكومة الإصبانية ثم اتحدت قوى الاحتلال الفرنسي والإصباني على الخطابي وأشيع عنه أنه خارجي فلم يجد من ينصره أو يشد من أزره وأخذت طائرات الاحتلال تدك السكان فاضطر الخطابي للاستسلام وعدم إكمال مسيرته في النضال بعد معاهدة صلح لم يصدق فيها الإصبان فنفوه لخارج المغرب وعذبوا أتباعه ليسلموا أسلحتهم